اشتركوا في القناة تضعف تتعرض منطقة تعلو جنوب المحيط الأطلسي إلى مستويات خطيرة من الأشعة هل ستفقد الأرض درعها المغناطسية؟ مسألة اختفاء الحقل المغناطسي للأرض ليست مجرد احتمال الغلاف المغناطسي يحمين من الدفق المنتظم للأشعات الكونية التي تملأ نظام الشمسي كالمظلة العملاقة إن التعرض لهذه الأشعات مميت يشكل الحقل المغناطسي الذي يخرج من الأرض فقاعة كبيرة حول الأرض إنه الغلاف المغناطسي الذي يحمين من أعنف الانفجارات الشمسية الكثير من الجسيمات المشحونة في الرياح الشمسية تملك ما يكفي من الطاقة لتعريض الجنس البشري للخضر فيما لو لامست سطحاً أرضياً بصورة مباشرة إن اعترضتم طريق هذه الجسيمات المشحونة المندفعة من الشمس ولم تكون خلف درع حماية فأنتم هل يكون؟ كلما ازداد ضعف الحقل يصبح بالإمكان استشعار أثار الأشعات الكونية على ارتفاعات دنيا يزداد انخفاضها تدريجياً تضم النتائج المحتملة لضعف الغلاف المغناطسي التعرض المتزايد للأشعة وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بين الشعوب تسبب الأشعة الأضرار على مستويات محورية إنها تغير أساس الحياة الحمض النووي الغلاف المغناطسي الأرضي هو خط دفاعنا الرئيس وهو أساسي بالنسبة إلى تطورنا والسمرار وجودنا لكن السباق لفهم سبب تغيره قد بدأ رغم أن العلماء قادرون على النظر إلى ما يقع وراء ملايين الكيلومترات عبر الفضاء إلا أنهم لا يزالون عاجزين عن رؤية حقل الأرض المغناطسي الإضاحة البسيط الخاص بعالم ناسا الدكتور ماريو أكونة سيساعد على تصور بنيته الأساسية بإمكاننا استخدام قضيب مغناطسي حقيقي لتصور ما قد يبدو عليه الحقل المغناطسي الأرضي لدي لوح من الورق المقوى وسأرش عليه بتروين بعد برادة الحديد في المدرسة كنا نلعب ببرادة الحديد كثيراً ونرشها على القطبان المغناطسية ونرى خطوطاً تتشكل من الشمال إلى الجنوب وهذا بدوره يصف الهندسة التقريبية للحقل المغناطسي الأرضي تماماً كما ترتب برادة الحديد نفسها حول القطبين الشمالي والجنوبي للقضيب المغناطسي ينبعث الحقل المغناطسي الأرضي كالنافورة من القطب الجنوبي المغناطسي ويحيط بالكوكب بأسره ويعود متدفقاً تجاه الأرض إلى القطب الشمالي المغناطسي يعتقد العلماء أنه يتولد على عمق حوالي أربعة ألاف وثمانمائة كيلو متر أسفل أقدامنا في أعماق لب الأرض ومن هناك يطلق شرنقة مغناطسية ضخمة تغلف الكوكب بأسره وهذا كفير بالتصدي للرياح الشمسية ذلك الوابل المستمر من الجسيمات الحارة جداً والمشحونة التي تتدفق من الشمس بسرعة تصل إلى مليون وستمائة ألف كيلو متر في الساعة البروفيسور دان ليثروب من جامعة ماريلاند شهد مدى قوة الرياح الشمسية عند هبوب الرياح الشمسية وارتطامها بالانحناء الصدمي للغلاف المغناطسي فيتدور حوله إذ إن هيئة الغلاف تشبه هيئة أبو ذنيبة إنما على مستوى أضخم وهكذا تتحرك معظم الأشعة مبتعدة عن الأرض لكن القليل منها يتسرب ويتغلغل إلى الغلاف الجوي بمحاذاة القطبين في المناطق القطبية حيث الحقل المغناطسي هو الأضعف يلمع الشفق القطبي في السماء يتشكل ذلك المنظر الخلاب من الأنوار الملونة جراء ارتطام الجسيمات الشمسية بالغازات الموجودة في الغلاف الجوي وهذا يسبب اللمعان كلما ازدادت قوة الرياح الشمسية ازدادت بهرجة الشفق القطبي رغم أنها جميلة إلا أنها دليل على المعركة الضارية بين الغلاف المغناطسي والدفق الدخيل من الأشعة الشمسية في حال لم يكن هناك حقل مغناطسي سيتعرض الكوكب برمته إلى الأشعة بشكل مباشر لكن العلماء توصلوا إلى اكتشاف مثير للقلق الأرض تتعرض فعلا إلى الأشعة بصورة مباشرة هنا في المحيط الأطلسي وعلى مقربة من ساحل البرازيل توجد منطقة يضعف فيها الحقل المغناطسي بتسارع تعرف الظاهرة باسم شذوذ جنوب المحيط الأطلسي إنه يمتد على مدى حوالي ثمانية ملايين كيلومتر مربع وهو يتوسع تقترب الأشعة الكونية يوميا من سطح الأرض نحن لا نعرف أصل هذا الشذوذ لكن قد تكون عواقبه وخيمة على أشكال الحياة يراقب علماء ناس الأثر الذي يتركه هذا الشذوذ على التقنيات إن الجسيمات المشحونة بالطاقة المرصودة في ظاهرة شذوذ جنوب المحيط الأطلسي إضافة إلى الجسيمات الجديدة التي تحقينها العواصف الشمسية هناك أدت إلى تعطيل الكثير من المركبات الفضائية المخصصة للاتصالات يمكن أن تتعرض الأقمار الاصطناعية إلى أعطال دائمة عند عبورها فوق منطقة الشذوذ يتوجب إيقاف المعدات الأساسية الموجودة على متن مرصد هابل الفضائي دي المليار دولار عن العمل بغرض حمايتها عند ولوجها المنطقة مع استمرار ضعف الحقل المغناطسي فوق جنوب المحيط الأطلسي باكت الأشعة تصل إلى ارتفاعات أكثر دنوا وقد يتخطى تأثيرها مجال التكنولوجيا يعتقد البروفيسور بيتر أولسون أن المسافرين هم أول المعرضين للخطر إذا خرجتم في رحلة سفرية طويلة على متن طائرة تجارية ستحلقون عبر أماكن يضعف فيها الحقل المغناطسي ويرجح أن تؤثر الأشعة المتزايدة على ذلك الارتفاع في الطائرة قد يتسبب ذلك في تشويش الاتصالات اللاسلكية مما يجعل الطيارين والركاب عرضة للخطر يعتقد العلماء أن شذوذ جنوب المحيط الأطلسي هو إشارة على وجود ضعف عالمي في الحقل المغناطسي تسخر الدكتورة ميمي هيل صناعة الفخار للكشف عن ماضي الأرض المغناطسي تروي لنا القدور القديمة تاريخ أجدادنا القدماء لكنها تعلمنا مدى تغير الغلاف المغناطسي على مدى آلاف السنوات أنا مهتمة جدا بتاريخ صناعة الفخار لأنها سجل ممتاز لأثار الغلاف المغناطسي في الوقت الذي تمت فيه صناعة الفخار يحوي الفخار جسيمات صغيرة من المعادن المغناطسية ذات القلب الحديدي التي تدعى الماغنيتايت بالعادة تكون عشوائية الوجهة لكن عند تسخين الفخار بدرجات حرارة عالية تبدأ بالحركة تصطف جميع المعادن المغناطسية الصغيرة بشكل موازن للحقل المغناطسي الأرضي وعندما تبرد تثبت على حالها عندما يبرد الفخار ويصبح صلبا يكون الحقل المغناطسي الأرضي قد أعاد مغناطة المعادن الموجودة فيه وهكذا يتم تثبت سجل دقيق لقوة الحقل في تلك اللحظة نأخذ جزءا صغيرا من قلب قدر قديمة ونضع هذا الجزء في أنظمة مايكرو ويف لقياس الكثافة القديمة تقوم هيل بقياس الماغنيتايت من قدر قديمة وتستخدم النتيجة لاحتساب قوة الحقل المغناطسي الأرضي بدقة وقت تسخين فخار القدر وندخله في المايكرو ويف إنها تقارن هذا مع عينات مأخوذة من عدة قدور حديثة الصنع وهذا يتيح لها قياس معدل الانخفاض على مدى الأربعمائة عام الماضي نعرف أن هذه القطعة تعود إلى عام 1640 أو 670 وتبين لنا من التجربة أن قوة الحقل كانت أكبر بمقدار 10% تشير أبحاث هيل إلى أن حمايتنا المغناطسية تتلاشى بمستوى يثير القلق يعتقد البروفيسور جيريمي بلوكسوم أنه قد يختفي أسرع من المتوقع بعشر مرات إن أمكننا إطفاء الحقل المغناطسي الأرضي بمجرد الضغط على زر سيستغرق اختفاؤه نحو 15 ألف عام استنادا إلى معدل الاضمحلال الذي شهدناه في 150 سنة الأخيرة إنه يضمحل بمعدل سيختفي فيه بعد 1500 عام الحقل المغناطسي الأرضي يضمحل بسرعة يعد اكتشاف عواقب ذلك على كوكبنا أولوية عظمى الحقل المغناطسي الأرضي يتلاشى لكن ماذا سيحدث في حال اختفى بشكل كلي؟ توجد الإجابة على كوكب آخر من كواكب المجموعات الشمسية انطلاق مباشر من القاعدة عام 1996 أطلقت ناسا ماسح المريخ العالمي في مهمة الكشف عن أسرار الكوكب الأحمر الصاروخ في المسار من بين جميع كواكب المجموعة الشمسية كوكب المريخ هو الأشبه بالأرض الكوكبان يتكونان من المواد ذاتها وفي كل منهما قشرة صلبة ولب عالي الكثافة وهما متشابهان من ناحية كيمياء الغلاف الجوي يعتقد العلماء أن الماء كان يسير على سطح المريخ شأنه شأن الأرض لكن منذ مليارات السنوات اليوم الكوكب عبارة عن صحراء متجمدة لمعرفة السبب جمع ماسح المريخ العالمي المداري المعلومات من الكوكب الأحمر يوظف البروفيسور بن فايس هذه البيانات لإعادة هيكلة ماضي خلافا لكوكب الأرض لا يتولد في باطن المريخ حقل مغناطيسي عالمي في يومنا هذا لكن فيما لو جبتم مرتفعات المريخ الجنوبية القديمة لو وجدتم أنفسكم في مواقع كثيرة وضبن حقول طاقة مشابهة لتلك الموجودة في الأرض لكنها ستكون معقدة جدا كالمعكرونا وتنطلق بمختلف الاتجاهات ولا تشير إلى الشمال على الإطلاق اكتشف القمر الصناعي أن هناك مناطق معينة في قشرة المريخ ذات طاقة مغناطيسية عالية كون قشرة المريخ ممغناطة إلى حد كبير يعني أنه كان لديه حقل مغناطيسي في الماضي فنحن نعلم أن الصخورة لا تتمغنط إلا في حال وجدت ضمن حقل مغناطيسي لماذا فقد المريخ درعه المغناطيسية؟ وكيف أثر ذلك على الكوكب؟ لمعرفة ذلك توجب على العلماء تحليل صخور المريخ لم يتوقف ماسح المريخ العالمي لأخذ العينات لكن بايس عثر على شيء بمنتهى الندرة نيازك المريخ لدينا صخور من المريخ انتقلت بشكل طبيعي إلى الأرض إنها نيازك انطلقت من المريخ بمساعدة الكويكبات أو المذنبات ها هي الحقيبة العازلة للإشعاعات المغناطيسية التي تستخدمها ناسا لإرسال العينات إلينا لنرى ماذا يوجد بداخلها أدخل بايس عينة نيازك إلى حجرة خاصة عازلة للإشعاعات المغناطيسية وعرضها لأدات فائقة الحساسية لقياس المغناطة أو مجهر سكويد بغرض تحليلها الحقل المغناطيسي للصخور ضعيف جدا ولإجراء الحسابات على نحو دقيق علينا أخذ هذه القياسات ضمن حقل مغناطيسيا ضعيف جدا هذه الآلة عالية الحساسية تقيس قوة الصخور المغناطيسية بدقة وبتحليل شتى العينات تصور فيس شكلا لحقل المريخ المغناطيسي عند نشأة الكوكب لدينا صخرة من المريخ يبلغ عمرها أربعة مليارات عام ونصف المليار ولقد تبين لنا مؤخرا أن المريخ كان يتمتع بحقل مغناطيسي يضاهي قوة الحقل المغناطيسي الأرضي في يومنا هذا كشفت بحوث فيس أنه في أول خمسين عاما لنشأته كانت لدى المريخ درع مغناطيسية قوية كم هو مذهل التنوع في الحقول المغناطيسية التي نراها في مختلف العينات في بعض العينات كهذا الصخر القديم القادم من المريخ لا نرى سوى حالات شدود مغناطيسية صغيرة ومعزولة تفصل بينها مساحات كبيرة من الصخور غير المغناطيسية إن سبب فقد عن المريخ لحقله المغناطيسي غير معروف لكننا نعرف محل بالكوكب جراء ذلك عندما فقد المريخ حقله المغناطيسي فقد درعه التي كانت تحميه من الرياح الشمسية والأشعة الكونية وقد أثر ذلك على تطور غلافه الجوي سمح الغلاف المغناطيسي الضعيف للرياح شمسية بانتزاع الغلاف الجوي الخاص بالمريخ فتبخرت محيطاته وانخفضت درجة حرارته جذريا واندثرت جميع أشكال الحياة البدائية فيه كان لفقدان الغلاف الجوي أثر كارثي على تطور الكوكب تحول المريخ إلى الكوكب الأحمر الذي نراه اليوم إذا واصل الغلاف المغناطيسي للأرض التلاشي هل سيلقى المصير ذاته؟ الغلاف المغناطيسي الأرضي يزداد ضعفا بتسارع وإذا ما تلاش كليا قد تلقى الأرض مصير كوكب المريخ كيف تطور كوكب الأرض والمريخ على نحو مختلف بحيث حفظت الأرض على حقلها المغناطيسي على عكس كوكب المريخ تكمن المشكلة في تفسير مصدر الطاقة الذي يغذي الحقل المغناطيسي للأرض لمعرفة موقع وكيفية توليد الحقل المغناطيسي يتوجب على العلماء استكشاف باطن الأرض لكن هذا ليس سهلا لا نعرف الكثير من التفاصيل حول ما يجري على عمق ثلاثة آلاف ومئتي كيلو متر في باطن الأرض إذ من المستحيل إرسال مصبار إلى هناك بما أنه يتعذر إرسال مصبار إلى باطن الأرض مباشرة يدرس العلماء بنية كوكبنا مستخدمين أحد أقوى الظواهر الطبيعية الزلازل إنهم ينتظرون أن يضرب زلزال اليابان مثلا ثم يوزعون تشكيلة من أدوات الرصد على الطرف الآخر من الكرة الأرضية ويرصدون الأصوات التي تعبر الأرض ومن خلال الإنصات جيدا يستطيعون رسم خريطة لباطن الأرض يقوم العلماء بقياس اهتزازات الكرة الأرضية التي تدعى الموجات الزلزالية لا تتحرك هذه الموجات عبر الكوكب بخطوط مستقيمة لكنها تنحني وبهذا تتغير سرعاتها واتجاهاتها عند عبورها مواد مختلفة وبعد قياس هذه الموجات بدقة تبين للعلماء أن الكرة الأرضية تتكون من طباقات مميزة كما البصلة الطبقة الخارجية أو القشرة وهي تتكون من صخور صلبة ويبلغ سمكها بضعة كيلومترات فقط وتوجد أسفلها طبقة الحجاب وتحوي صخورا أكثر كثافة وشبه مائعة أما على العمق حوالي 2900 كيلومتر تقع النواة الخارجية المائعة وهي عبارة عن بحر هائج من الحديد والنكل المنصهرين وتحيط بالنواة الداخلية التي هي كرة حديدية بحجم القمر تضاهي حرارته حرارة سطح الشمس يعتقد العلماء أن اللب المغناطسي الحديدي يولد الحقل المغناطسي لكن كيف؟ إن مفهوم وجود لب حديدي ضخم وصلب كان يربك الناس ظنا منهم أنه مجرد قضيب مغناطسي متجمد على نحو دائم وهذا ما يسبب تولد الحقل المغناطسي لكن لب الكرة الأرضية حار جدا وعندما تتخطى الحرارة حدا معينا تتعطل المغانط تكف المغانط دائمة عن العمل عند درجة حرارة ستة ألاف وستمائة وخمسين درجة مئوية لذا لا بد من وجود عملية أخرى تولد الحقل المغناطسي الأرضي ولمعرفة المزيد باشر البروفيسور دان ليثروب بإجراء تجربة طموحة للغاية في جامعة ميرليند قام هو وفريقه ببناء نموذج يبلغ طوله ثلاثة أمتار للب الأرض ما نريد أن نفهمه هو سبب توليد بعض الكواكب الحقول المغناطسية وعدم وجود أي حقول مغناطسية لدى الكواكب الأخرى لذا من خلال إجراء التجارب نأمل أن نفهم ظروف نجاح الأمر وفشله ما السر؟ لماذا يصبح الغلاف المغناطسي لكوكب ما نشطا في بعض الأحيان وينعدم في أحيان أخرى؟ توجد داخل هذا الحي زكرة حديدية صلبة يحيط بها ثلاثة عشر طن من المعادن المنصهرة والهائجة يستخدم ليثروب السوديوم المنصهر عوضا عن الحديد بسبب انخفاض درجة صهاره ثم تحيز خارجي دوار يحتوي على السوديوم المنصهر الذي يحاكي دور الحديد في لب الأرض تقوم محركات منفصلة بتدوير كل من اللب الداخلي والخارجي لمحاكاة دوران الأرض تحرك هذه المحركات اللب الخارجي بمقدار أربع دورات في الثانية واللب الداخلي بمقدار خمس عشرة دورة في الثانية لذا لنجعلها تدور في حال نجحت تجربة ليثروب فستساعدنا على تعميق فهمنا لكيفية تولد الحقل المغناطسي للأرض يبدو ذلك جيدا إن رؤية ستة وعشرين طن من المعادن المنصهرة الدوارة عن كثب وسماع الصوت الصادر عنها أمر بمنتهى الحدة لم أتوقع أن يكون بهذا الشكل عند بلوغ الحيز الكبير سرعته القصوى حدث أمر مذهل تولدت خطوط المغناطسية ضخمة مقوسة خارج نموذج اللب رغم أننا لا نستطيع رؤية الحقول المغناطسية الناجمة عن التجربة إلا أننا قادرون على قياسها ووضع شتى مجسات الحقول المغناطسية وتحديد مسار هذه الخطوط المغناطسية التي تخرج وتدور وتتغير الأمر مذهل ينجم عن التفاعلات التي تجري بين النواتين الداخلية والخارجية ما يعرف باسم المولد مما يولد حقلا مغناطسيا قويا ومستقرا وقائما من تلقاء نفسه هنا تظهر حركة الحقل المغناطسي الخطوط الحمراء هي الناتجة عن التجربة والخطوط الزرقاء هي التي تولدها التجربة لم أتخيل أن يكون الأمر بهذا الشكل يدعم لبو ليثروب الآلي نظرية تولد الحقل المغناطسي الأرضي من قبل مولد أرضي في باطنها إن حركة المعادن السائلة في اللب الخارجي جزء لا يتجزأ من هذه العملية أجرى خبير الجيوفيزياء بيتر أولسن تجربة لمساعدتنا على تصور الأمر لإجراء هذه التجربة وكما ترون لدي حوض ماء في منصة دوارة الماء يدور في جسم صلب وكل ما سأفعله هو حقن بعض الصبغة في هذا الحوض لتروا ما تبدو عليه الحركة الدورانية نمل أن يوضح لنا هذا ما يجري في باطن الأرض تولد نواة الكرة الأرضية الصلبة الحرارة في النواة الخارجية السائلة وهكذا تتشكل تيارات دوارة من الحديد المنصهر التي ترتفع وتنخفض ببطء كالزيت في مصباح اللاذا يسبب دوران الأرض دوران هذه التيارات بسرعة أثناء انبعاثها شأنها شأن هذه الصبغة الخضراء في هذا الحوض الدوار نعلم أن باطن الأرض يدور وأثناء هذا الدوران تتولد تيارات كهربائية داخل الحديد المنصهر وهذه التيارات الكهربائية مرتبطة بالحقل المغناطسي يبلغ الحقل المغناطسي السطح وينطلق إلى الفضاء وهذا هو الحقل المغناطسي الذي نقيسه على سطح الأرض يعتمد المولد الأرضي على دفق الحديد المنصهر الساخن في باطن الأرض هل باطن كوكب المريخ البارد يوضح كيفية فقدانه حقله المغناطسي؟ إن كوكب المريخ أصغر حجما من الأرض بما نسبته أربعون في المئة الأمر الذي زاد من سرعة برودته دون هذه الحرارة الأساسية توقف المولد عن العمل ومات الكوكب الأحمر هل يمكن أن يحدث ذلك للكرة الأرضية؟ بالطبع إن حرارة لب الكرة الأرضية المنصهر تقل شيئا فشيئا هل يمكن أن تلقى الكرة الأرضية مصير كوكب المريخ ذاته؟ سيستمر انخفاض درجة الحرارة وفي نهايات المطاف سيزداد حجم نواة الأرض الداخلية صلبة أكثر فأكثر وفي مرحلة ما قد يصبح صلبا بالكامل وربما ينعدم الحقل المغناطسي الأرضي قبل أن يصبح صلبا بالكامل هل ظاهرة شذوذ جنوب المحيط الأطلسي علامة على انخفاض حرارة باطن الأرض؟ ليثروب لا يظن ذلك نظرة الناس للحقل المغناطسي للأرض محدودة بالشمال والجنوب كما البوصلة التي تشير شمالا يعتقدون أن الأمور بمنتهى البساطة لكن عند النظر إلى الخرائط بتمع ستلحظون أن الشمال المغناطسي والشمال الجغرافي ليساسيا وسبب ذلك هو أن القطب المغناطسي يقع في كندا يعتبر القطب الشمالي المغناطسي مراوغا لأنه كلما بحث المستكشفون عنه وجدوه في مكان مختلف لدى لارينيويت من هيئة المسح الجيولوجي الكندية رسومات بيانية توضح حركة القطب الشمالي المغناطسي وهو يجب الروافد الجريدية حتى يصل إلى شمال كندا لا نستطيع الاهتماد على قراءة واحدة من أجل تحديد موقع القطب المغناطسي لذلك أقوم قدر الإمكان بتسجيل عدة قراءة بالقرب من المكان المتوقع للقطب بعد القيام بذلك أستطيع تثليث المنطقة لتحديد موقع القطب يعتبر هذا التجوال دلالة على وجود تقلبات في ديناميكية الأرض لاحظ العلماء في العقود الأخيرة أن القطب يتحرك بشكل أسرع تحرك القطب عشرة كيلو مترات في السنوات المئة الماضية وبدأ بالتسارع في عام 1970 وحاليا يتحرك القطب بمقدار 40 كيلو مترا في السنة من الممكن أن يصل القطب إلى سيبيريا في غضون الخمسين عاما القادم لذا هل هناك علاقة بين تسارع حركة القطب وضعف المجال المغناطسي للأرض؟ يبحث البروفيسور جيريمي بلوكسوم عن إجابة لهذا السؤال يستخدم تسجيلات البحارة الأوائل للقيام برسم بياني يوضح حركة القطب الشمالي المغناطسي على مدى السنوات الثلاثمائة الماضية قام الناس في القرن السابع عشر والثامن عشر بقياسات منهجية دقيقة للمجال المغناطسي بسبب أهميته في الملاحة البحرية لسفن التجارة وسفن الرحلات الاستكشافية في ذلك الوقت يدخل بلوكسوم المعلومات التاريخية إلى جهاز الحاسوب الذي يقوم بإنشاء تصور للتاريخ المغناطسي الأرضي لدينا هنا رسم بياني يوضح لنا كيف نغير المجال المغناطسي على مدار ثلاثمائة عام أو منذ ألف وستمائة وتسعين يظهر ظلال اللونين الأحمر والبرتقالي هنا قوة المجال المغناطسي القادمة من الباطن كما يظهر اللون الأزرق قوة المجال المغناطسي العائد إلى الباطن وجد العلماء على مدى المئة والخمسين سنة الماضية خفاضا عاما في القوة المغناطسية الأرضية بنسبة عشرة في المئة إنها تتضاءل بمقدار عشر مرات وكأن ديناميكية الأرض توقفت فجأة لكن هل هناك أجزاء من المجال المغناطسي تتصرف بشكل مغاير؟ في بداية القرن العشرين لاحظنا ظهور بقعة زرقاء هنا تحت جنوبي القارة الإفريقية وبعد ذلك تتجه البقعة نحو الغرب لتلتحم مع هذه البقعة هنا مكونة منطقة كبيرة في حدود الطبقة الباطنية حيث يتجه المجال المغناطسي باتجاه مغاير خلافا لتوقعاتنا يكشف جهاز حسوب بلوكسم أن الشذوذة المغناطسية في جنوب المحيط الأطلسي لا يكمن فقط باعتبار المجال المغناطسي هناك الأضعف على وجه الأرض بل في الحقيقة هو العكاس القطبية أيضا هناك بقعة موجودة في باطن جنوب المحيط الأطلسي حيث الأشياء لا تتشكل بصورة المطلوبة هناك إنها مغايرة والبقعة في اتساع متزايد الإشعاعات الكونية القاتلة التي تنحرف بشكل طبيعي بعيدا عن الأرض اخترقت الأماكن التي تراجعت فيها قوة المجال المغناطسي تبلغ مساحة الشذوذ المغناطسي في جنوب المحيط الأطلسي حوالي ثمانية ملايين كيلو متر مكعب من خبالة سواحل البرازيل ويمتد على جزء كبير من أمريكا الجنوبية يصل الإشعاع حاليا إلى الغلاف الجوي العلوي لذا غالبا ما يؤثر على المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية لكن إذا استمر الشذوذ المغناطسي بالاتساع بالمعدل الحالي سيصل إلينا يوما ما أصبح جلي الآن أن هناك عاصفة بدأت تتشكل في باطن جنوب المحيط الأطلسي هذه العاصفة هي البداية فقط إذا اتسعى الشذوذ المغناطسي ستقل الحماية الحيوية الطبيعية من الإشعاع الشمسي بذلك ستصبح الشمس عدوا لنا إذا اختفى الغلاف المغناطسي للأرض فإن الإشعاع الشمسية ذا الطاقة العالية سيقوم بتجريد الأرض من عناصر الحياة فيها كالغلاف الجوي والماء المخاطر كبيرة جدا نحن بحاجة إلى التماعن في الماضي من أجل التحضير للمستقبل سينطلق الصاروخ الفضائي في غضون خمس عشرة ثانية عشر تسع ثماني سابع انطلاع كان نيل أرمسترونج أول إنسان انططأ قدماه سطح القمر في العشرين من يوليو ثموز 1969 إنه أحد أعظم الإنجازات البشرية هبطت المركبة على سطح القمر وجميع الأبعاد متساوية لكن رأى كل من أرمسترونج ومساعده الطيار باز ألدرين خلال المهمة ومضات ضوئية داخل مركبة أبولو 11 المظلمة حتى إنهما رأي هذه الومضات وأعينهما مغلقة استقبلنا عدة إشارات عندما كانت مركبة أبولو 11 متجهة خلف الغمر عندما عاد إلى الأرض قدما تقريرا بما شاهده هذا التقرير حير علماء وكالة ناسا واكتشف العلماء بعد مرور ست سنوات أن الومضات الضوئية التي اخترقت المركبة الفضائية وعيون الطاقم كانت نتيجة الإشاعات الكونية ذات الطاقة العالية هناك جزيئات من البروتونات والإلكترونات ذات طاقة عالية جدا منبعثة من الشمس بإمكانها تمزيق الذرة من حيث الرحلات الفضائية إذا كان الإنسان خارج الغلاف المغناطيسي وواجه عصفة شمسية قوية محملة بكمية كبيرة من الإشعاعات بلا شك ستمر بجسده وسيترتب على ذلك عواقب صحية وخيمة تتراكم هذه الجزيئات داخل منطقة في الغلاف المغناطيسي معروفة باسم حزامي ذان آلين مما يعرض حياة رواد الفضائي إلى خطر حقيقي ستين أودن وولد من وكالة ناسا يدرس تأثير هذه الجزيئات المنطقة التي تتواجد فيها الجزيئات تشبه العبوات المغناطيسية لذا ترتد هذه الجزيئات ذهبا وإيابا في المجال المغناطيسي للقطب الشمالي والجنوبي وبهذه الطريقة تنشأ هناك بيئة قاتلة إلى حد ما لو كنت رائد فضاء ومكثت فترة طويلة في منطقة حزام فان آلين فإن الإشعاعات ستقتلك تم هبوط جميع أفراد طاقم الرحلة أصيب تسعة وثلاثون رائد فضاء على الأقل بمرض أصاب العين بعد مرور خمس إلى ست سنوات من تعرضهم لهذه الإشعاعات الخطيرة يؤثر الضعف المجال المغناطيسي الأرضي بشكل مباشر على صحة الإنسان يريد البروفيسور غاري غلاتس ماير معرفة إلى أي مدى سيصل الضعف الغلاف المغناطيسي الأرضي لذا أنشأ نموذجاً محوسباً للمجال المغناطيسي الأرضي لن نستطيع إعادة إنتاج ما استهلكته الأرض في الماضي ولا حتى ما استهلكته الآن ولكن ما نحاول فعله هو جعل النموذج المحوسب يحاكي شيئاً مشابهاً نوعياً يدير غلاتس ماير أن نموذج المحوسب بشكل مستمر تمثل كل سنة من الوقت الحقيقي مئة ألف سنة من وقت المحاكاة في النموذج المحوسب وبهذه الطريقة يرصد غلاتس ماير تطور المجال المغناطيسي الأرضي على مدى آلاف السنين يحدث شيء غريب في السنة ست وثلاثين ألفاً من وقت المحاكاة بعد أسبوعين تفحصت النتائج وأدركت حينها بأن المجال المغناطيسي للقطبين الشمالي والجنوبي قد عكس أظهرت تجربة غلاتس ماير أن المجالين المغناطيسيين للقطبين الشمالي والجنوبي تبادل أماكنهما هذا هو النموذج حيث إن المجال المغناطيسي موجه في الداخل هنا وفي الخارج هناك يتشابك المجال أكثر في الجزء العلوي للباطن الداخلي هنا يحدث التبادل الآن المجال المغناطيسي موجه في الداخل هنا وفي الخارج هناك أظهر النموذج المحاوسب لغلاتس ماير أن المجالين المغناطيسيين للقطبين الشمالي والجنوبي تبادل أماكنهما بصورة طبيعية بسبب العمليات المعقدة في الباطن الداخلي نحن معتادون على أن تشير البوصلة باتجاه القطب الشمالي وبالتالي يمكننا استخدامها في الملاحة ولكن أشارت البوصلة إلى الاتجاه المعاكس تماما في فترة سابقة في الماضي يشير البحث الذي أجراه غلاتس ماير إلى أن هناك انخفاضا في قوة المجال المغناطيسي قبل وبعد عملية تبادل القطبين لموقعيهما هل يفسر لنا هذا سبب كون المجال المغناطيسي القابع تحت المحيط الأطلسي الأضعف على وجه الأرض؟ وهل المجال المغناطيسي للقطبين على وجه الانعكاس؟ لم نشهد قط عملية انعكاسا من قبل لذلك لا نعلم كيف من الممكن أن تبدو هذه العملية لكن بستطاعاتنا تصور ذلك من شبه المؤكد أن عملية الانعكاس ستأخذ معها فقاعة الغلاف المغناطيسي الأرضي وتعمل على تقليصها في الباطن باتجاه سطح الأرض إذا كانت هذه بداية عملية انعكاس المجال المغناطيسي فإن كوكبنا سيواجه زيادة في التعرض للأشعة الكونية لآلاف السنين القادمة حتى الآن لم تعد أي عملية انعكاس للمجال المغناطيسي الأرضي إلا داخل جهاز الحاسوب ولكن ينصب اهتمام العلماء الآن على جزيرة هواي البركانية للحصول على أدلة ملموسة يوجد داخل هذه الحمم البركانية القديمة سجل تاريخي للمجال المغناطيسي الأرضي يعود لملايين السنين موسيقى يبحث البروفيسور إيميليو هيريرا برافيرا عن أدلة لتاريخ المجال المغناطيسي الأرضي موسيقى أحد أسباب مجيئنا هنا هو البحث عن تدفقات الحمم البركانية التي هي رقيقة نسبيا حيث تستطيع أن ترى حدود تدفق الحمم البركانية هذه هي الحدود الأخرى من هنا حيث بإمكانك رؤية تسلسل رائع من الحمم البركانية التي يتراوح عددها بين 300 إلى 400 تراكمت الحمم المنصهرة من براكين هذه الجزيرة على مدى ملايين السنين عندما تضرب تدفقات الحمم البركانية مياه البحر فإنها تبرد بسرعة مظهرة بذلك قوة المجال المغناطيسي للأرض موسيقى بنا إيميليو هيريرو تصورا عن كفية تغير المجال المغناطيسي الأرضي حتى قبل وجود البشرية بفترة زمانية طويلة من خلال تحليل عينات مختلفة من الحمم البركانية موسيقى في الحقيقة هناك سجلات للمجال المغناطيسي الأرضي تعود لمئات السنين بل آلاف السنين وهذا ما نحتاجه بالطبع لمعرفة كل شيء متعلق بالمجال المغناطيسي الأرضي ساعتت الطبقات السفلة من الصخور إيميليو هيريرو بالعودة تدريجيا إلى الزمن البعيد موسيقى لذلك يأخذ عينة من الحمم البركانية القديمة للحصول على المعلومات موسيقى موسيقى ستكشف العينة عن معلومة مهمة بالإضافة إلى الكشف عن كيفية تغير قوة المجال المغناطيسي الأرضي موسيقى لذلك نحن ذاهبون الآن لتوجيه العينة باستخدام البوصلة المغناطيسية ويلاحظ إيميليو بعناية الموقع العينة المحدد نحن الآن بصدد قياس العزم المغناطيسي من العينة التي حصلنا عليها يحلل العينة في المختبر باستخدام جهاز الاستشعار المغناطيسي الحمم تشبه الفخار باحتوائها على أكسيد الحديد الأسود تصطف جزيئات أكسيد الحديد الأسود مع المجال المغناطيسي للأرض عندما تبرد كإبرة البوصلة الصغيرة وبهذه العملية تسجل كلاً من قوتها واتجاهها ينسجم أكسيد الحديد الأسود مع مجال القطب الشمالي المغناطيسي في هذه العينة كانت هذه العينة في مكانها في السنوات السبعمائة ألف الماضية عندما كان المجال المغناطيسي الأرضي متميزاً بالقطبية الطبيعية لكن اكتشف العلماء شيئاً لا يصدق في عينات قديمة تتجه الجزيئات المغناطيسية إلى الجنوب بدلاً من الشمال إنها تعود إلى زمن كانت فيه قطبية المجال المغناطيسي عكس اليوم كان هناك انعكاس سجلته تدفقات الحمام البركانية أستطيع رؤية سلسلة من النقاط التي تحدد في الواقع سلوك تطور المجال المغناطيسي من قطبية إلى أخرى اكتشف الجيوفيزيائيون من خلال تحليل آلاف عينات الحمام البركانية أن المجال المغناطيسي الأرضي قد انعكس أكثر من ثمانية عشر ألف مرة خلال عشرين مليون سنة حدث انخفاض هائل في قوة المجال المغناطيسي الأرضي بسبب هذه الانعكاسات هبط المجال المغناطيسي الأرضي بصورة كبيرة جداً خلال عملية الانعكاسات على مدى التاريخ أنت تعلم أن عمر الأرض أربعة مليارات ونسب برأيي هذه الانعكاسات تحدث كل بضع مئات من ألف سنة كشفت سنوات من البحث أن آخر انعكاس وقع قبل سبعمائة وثمانين ألف عام من السهولة أن نفهم لماذا هناك مثل هذا الاهتمام في إمكانية انعكاس المغناطيسية حدث آخر انعكاس المغناطيسي قبل أكثر من ثلاثة أربع مليون سنة وبالمعنى الحقيقي نحن بانتظار حدوث انعكاس آخر وبالتالي فإن السؤال هنا ليس ما إن كان انعكاس آخر سيحدث أم لا ولكن متى سيحدث؟ يعتقد العديد من العلماء الآن أن الشذوذ المغناطيسية لجنوب المحيط الأطلسي هو بداية لانعكاس المجال المغناطيسي العالمي سيتسارع بمحلال المجال المغناطيسي الأرضي وستكون العواقب وخيمة على حياة البشر من المعروف أن نوع الإشعاء الذي نتحدث عنه يقوم بإطلاف البصمة الوراثية والجينية للإنسان ويتلف أيضا بنية الخلية ويسبب الإصابة بالسرطان انعكاسات المجال المغناطيسي الأرضي نادرة نسبيا وغير منتظمة لكن هذه الانعكاسات موجودة وتحدث فجأة ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي للشمس كل إحدى عشرة سنة لذلك فإن الانعكاس المغناطيسي للشمس متقلب بصورة منتظمة في حين أن الأرض لديها ثبات نسبي في اتجاه المجال المغناطيسي والانعكاسات المغناطيسية تحدث فجأة لا يزال العلماء يراقبون عن كثب حركة المجال المغناطيسي الشمسي على الرغم من أن المجال المغناطيسي للشمس لا يتم بنفس الطريقة تماما كما في الأرض نحصل على مولدات مختلفة تعمل تحت نفس قوانين الفيزياء ولكن في بيئات مختلفة قليلا وذلك من خلال دراسة كل منهما ومقارنتهما نتعلم المزيد عن كلا الاحتمالين تخضع الشمس لتغييرات دورية في نشاطها خلال دورة الشمس المغناطيسية تصل الشمس كل إحدى عشرة سنة إلى الحد الأقصى لطاقتها دورة النشاط الشمسي التي تحدث كل إحدى عشرة سنة تمتلك مستويات مرتفعة حيث يتخللها عواصف شمسية كثيرة في الوقت الحالي النشاط الشمسي هادئ ولكن نحن مقبلون في حوالي أربع سنوات على الحد الأقصى لطاقة الشمس القصوى حيث يتسبب هذا في إحداث عواصف واضطرابات كبيرة تراكم الطاقة المغناطيسية لمدة ثلاث سنوات سيولد بقعا شمسية داكنة وسيسبب زيادة في التواهجات الشمسية وقوة الرياح الشمسية المسببة للأعاصير عندما يبلغ النشاط الشمسي ذروته يقوم بتدمير الأقمار الصناعية وهذا ما حدث لشبكة كهرباء أمريكا الشمالية في آخر نشاط شمسي عندما تسبب بانقطاع ضخم للتيار الكهربائي خلال واحدة من العواصف الشمسية المجال المغناطيسي الأرضي في ضعف مستمر قريبا يمكن لهذا النشاط الشمسي المكثف أن يتعدى تأثيره الطاقة ليؤثر على حياة البشر سيؤثر انعكاس المجال المغناطيسي الأرضي بصورة جوهرية على الحياة والحضارة الإنسانية كما وسيهدد بقاء عدد من الكائنات الحية اكتشف الدكتور ريتشارد هولند أن الخفافيش تستخدم المجال المغناطيسي الأرضي في تحديد مسارها في التنقل بجانب استخدام السونار يريد هولند أن يعرف كيف سيكون تأثير عكاس القطبية على تحديد مسار تنقل الخفافيش ما نقوم به هو أننا نمسك الخفافيش ونضعها في هذه الحضيرة التابعة لمختبر جامعة برينستون نقوم بتعريض الخفافيش إلى جهاز يصدر مجالا مغناطيسيا أرضيا أو نقوم بتعطيل الخلايا الحسية لدى الخفافيش المسؤولة عن الكشف عن المجال المغناطيسي الأرضي يضع هولند الخفافيش فرادا داخل هذا الجهاز هذا هو الجهاز يقوم الجهاز بإرسال نبضات مغناطيسية قصيرة غير ضارة تقوم بالتشويش على البوصلة الداخلية لدى الخفافيش إنهم مغناطون الآن بعد وصول النبضات إليه آمل أن تكون القطبية عكست خلايا الحسية سأطلق سراحه الآن ولنرى أين يذهب نأخذ الخفافيش مسافة 32 كيلو مترا باتجاه الشمال ثم نطلق السراحها ونتعقبها عند محاولتها العودة للديار أطلق السراحه يريد أن يعرف هولند مدى تأثير النبضات المغناطيسية على قدرة الخفافيش بتحديد مسار العودة إلى الديار تعود الخفافيش عادة إلى الحظيرة في غضون 60 دقيقة لكن ماذا سيحدث للخفافيش التي تعرضت لنبضات مغناطيسية؟ لا هذا كل شيء لقد ذهب لقد ذهب واتجه شمالا هذا الخفاش تعرض لانعكاس القطبية وبوصلته المغناطيسية لتعمل بشكل صحيح لقد ذهب في الاتجاه الخاطئ ولكن في نهاية المطاف سوف يصحع مساره ويعود إلى الحظيرة تستغرق الخفافيش عدة ساعات للعودة إلى الحظيرة يعتقد هولند أن الخفافيش تدرك خطوط المجال المغناطيسي للأرض لذلك عندما ينعكس المجال المغناطيسي تنتقل الخفافيش بمسار مقلوب لذا حتما ستسلك الطريق الخاطئ هناك أدلة سلوكية واضحة جدا أن الحيوانات تستخدم المجال المغناطيسي كبوصلة بالتأكيد وربما كخريطة لكن التقلبات في الأقطاب المغناطيسية لا تؤثر فقط على الخفافيش على مدى عدة عقود تحيل العلماء بسبب جنوح الحيتان إلى الشواطئ ولكن لاحظ علماء أحياء في ثمانينيات القرن الماضي وجود علاقة بين موقع جنوح الحيتان وشذوذ المغناطيسي المفاجئ في قاع البحر من الممكن أن يسبب ضعف المجال المغناطيسي قراءة خاطئة للبوصلة الداخلية للحيتان مما يقودها للجنوح في المياه الضحلة وتعرض للخطر هناك إمكانية بتأثر قدرة الحيوانات على تحديد مساراتها بسبب انعكاس المجال المغناطيسي الأرضي كما تعلم أن المجال المغناطيسي الأرضي يعتبر بالنسبة للحيوانات آلية لتحديد الاتجاهات والمسارات التي تتبعها منذ الأزل لذا لا يمكن أن تخيل الحياة دون المجال المغناطيسي غياب الأقطاب المغناطيسية له عواقب كارثية بالنسبة للعديد من الكائنات الحية بما في ذلك البشر انعكس المجال المغناطيسي الأرضي آلاف المرات منذ نشوء الأرض قبل حوالي أربعة مليارات وخمسمائة مليون سنة ويعتقد العلماء أن الانعكاس القادم جوهري لكن الرهانة الآن على التنبؤ بالضبط متى سيحدث انعكاس المجال المغناطيسي؟ أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة من الأخمار الاصطناعية وتتمثل مهمتها في رسم خرائط ضقيقة من الغلاف المغناطيسي للأرض وتوقع أي نشاط مستقبلي يتولى البروفيسور نيلز أولسون من مركز الفضاء الوطني دينماركي هذه المهمة الفكرة الجديدة والمثيرة وراء هذه المهمة هي أن لدينا ثلاثة أقمار صناعية ولدينا أعلى قمر صناعي على ارتفاع خمسمائة وثلاثين كيلو مترا وزوج من الأقمار الصناعية على ارتفاع حوالي أربعمائة وثلاثين كيلو مترا وقد تم تجهيز هذه الأقمار المتطابقة بأجهزة حديثة لقياس شدة المجال المغناطيسي ستكشف هذه الأجهزة عن الاختلافات الدقيقة في شدة المجال المغناطيسي وتحدد أي مناطق جديدة يتم فيها انعكاس القطبين من المذهل أن بإمكاننا أن نأخذ القياسات المغناطيسية من خلال الأقمار الصناعية التي تحلق على بضع مئات من الكيلو مترات وبذلك تمكننا من معرفة أشياء كثيرة عن العمق الداخلي للأرض كيف يتحرك الحديد المنصهر على عمق ثلاثة آلاف كيلو متر؟ هذا متهش يأمل العلماء أن تقوم هذه الأقمار بمساعدتهم على التنبؤ عند اقتراب عكاس الأقطاب هذا يمكنهم من إنقاذ الحياة البشرية أعتقد أنه في العقد أو العقدين القادمين سنتمكن من تطوير العلم من أجل التنبؤ بمسار المجال المغناطيسي للأرض واستخدام هذا العلم كأداة للتخطيط بالنسبة للأشخاص الذين يسيرون الأقمار الصناعية أو المركبات الفضائية من خلال تطوير التكنولوجيات اللازمة للتعامل مع دعنا نسميه إنعكاسا وشيكا يستمر محلال المجال المغناطيسي مع اقتراب الإنعكاس وستقترب الإشعاعات الكونية على نحو متزايد من سطح الأرض على الرغم من أن الحياة على وجه الأرض ستتأثر سلبا في كثير من النواحي بسبب الانخفاض في كثافة المجال المغناطيسي الأرضي لكن الأرض ستعيش ما الذي ينبغي أن نقوم به لضمان بقاء الجنس البشري؟ ما يمكننا القيام به بشكل مباشر تجاه ديناميكية الأرض يعتبر ضائلا جدا لأنها ستتصرف بالطريقة التي تريدها لكن بوجود الأقمار الصناعية نحن قادرون أن ننظر إليها عن كثب وربما هذا يجعل بعض توقعاتنا مفيدة وربما لدينا فرصة للتكيف ستتغير الحياة ستتعرض الأرض لإشعاعات فتاكة والعلامة الوحيدة الدلة على مدى ضعف دفاع الأرض ستكون في السماء ربما تجد الشفقة في أماكن متعددة من العالم حتى في المناطق الاستوائية التي لم تتعود على رؤيتها هناك شكل الغلاف المغناطسي تطور الأرض بأكملها دون ذلك فإن الحياة التي نعرفها ما كانت لتكون موجودة وكوكبنا لكان أرضا قاحية يحمين الغلاف المغناطسي من آثار العواصف الشمسية على الرغم من أن القطبية عكست مرات عديدة على مر السنين لكن البشرية لم تكن على وجه الأرض لتشهدها ستتأثر جميع أشكال الحياة بسبب انعكاس المجال المغناطسي للأرض لكن على العلماء اكتشاف أدلة تربط الانعكاسات التي حدثت في الماضي مع أحداث الانقراض الجماعي إذا تكيفنا سنبقى على قيد الحياة اشتركوا في القناة